بالتأكيد نجاح الجهود المصرية في التوصل الاتفاق لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة يعتبر أول خطوة فعلية نحو التهديئة في هذه الحرب المستعرة والمستمرة منذ شهر ونصف الهدنة دي كان لها تأثير إيجابي جدا على حياة أهلنا في القطاع المحاصر الهدنة دي كان لها تأثيرات إنسانية ولوجستية ومعلوماتية كبيرة جدا شفناها في هذا القطاع علشان كده مصر مستمرة في جهودها لتمديد اتفاق الهدنة واستمرار وقف إطلاق النار خلينا نروح مع حضراتكم لتفاصيل أكتر عن التأثيرات الإيجابية للهدنة والموقف القانوني في حالة استئناف الاحتلال لقصف المنازل في غزة ونضفنا الموارنا في الستوديو النهار در أستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان صباح الخير رحضيك فاندم وأهلا بك معنا صباح النور أهلا بحضرتك يعني الهدنة في ميزان القانون الدولي البعض بيتساءل هل هذه الهدنة لها أي تأثير في تنفيذ قانون الدولي أو حتى لها تطبيق القانون الدولي هل لها حسابات مختلفة هل هذه الهدنة كشفت عن أشياء جديدة هتضطر أنه يتم اتخاذ بعض المواقف أو الإدانات الواضحة والقانونية تجاه إسرائيل أسئلة كثير جدا حول هذا الموضوع يا فاندم هو طبعا الهدنة ده أحد الإجراءات اللي بتتم بين المتحاربين عادة بتقدي إلى تحقيق أغراض مشتركة مستعدة فهم الحقيقة والمرة دي الهدنة نقدر نقول إنها كان بتركز أكتر على موضوع تبادل الأسرة بين الطرفين بالشكل أساسي الوصول إلى الهدنة ما هوش أمر سهل لأنه هو دائما الخطوة الأولى وبكل الخطوة الأصعب إذا كان فيه مصار وطموح للتوجه نحو تهدئة ونحو وقف إطلاق النار دائم ومستدام كما هو منصص عليه في توجهات عامة كما هو منصص عليه في قرار الجمعية العامة اللي هو المتحدة اللي هو قرار ملزم لأنه صدر بموجب صيغة للتحاد من أجل السلم وبالتالي حلت الجميع العامة محل لمجبس الأمن واختصت بشؤون حماية السلم والأمن الدولي في هذه الحالة وبالتالي ده أول تطبيق فعلي نشوفه في اتجاه تنفيذ القرار اللي هو بيعبر عن إرادة دولية مجتمعاً إرادة المجتمع الدولي المفروض أنه هو يكون موضوع للتزام كافة الأطراف فيه أمل طبعاً في أنه الخطوة الأصعب لما تحقق أسفع المقاطعة بس هل هذه الهدنة تم تطبيقها بناءاً على أو تنفيذاً لهذا القرار ولا بناءاً على اتفاق بين الجانبين؟ هو بناء على اتفاق بين الجانبين بواسط أطراف زي مصر وقطر على وجه التحديد ومعهم طبعاً تنسيق موجود مع الإدارة الأمريكية اللي هي النهاردة بتشعر بقلق شديد إنما هي كل أطراف الدولية مندفعة نحو الالتزام بتوجهات دولية موجودة في القانون الدولي من أهمها النهاردة هو قرار جميع العامة اللي مصر والمجموعة العربية دفعت إليه في أكتوبر الماضي ويدعو إلى وقف إطلق نار ودائماً زي ما أقول كده الخطوة الأولى هي الأصعب الوصول إلى الهدنة وترمض حققة الهدنة وتمسكت يبقى فيه إمكانية اللي تمددها فيه إمكانية بتطوير الموقف أكثر وأكثر من ناحية الواقعية إحنا كنا أمام حالة من حالات رد الفعل الانتقامي عدوان إسرائيلي شامل على القطاع وعلى الشعب الفسنيني بشكل عام على فكرة اللي بيحصل في الدخفة الغربية أيضاً ليس أقل يعني بيحصل مما يحدث في غزة هو نفس الأنماط من ناحية قلونية تمارس جرعيم حرب جرعيم ضد الإنسانية قد نصل في مرحلة لاحقة إلى تحقق أيضاً جريمة لبادة الجماعية على الدخفة الغربية بمثل ما تحققت الفعل قد نصل إلى لماذا؟ هل إسرائيل فوق القانون الدولة وفوق اعتبراتهم؟ دي واحدة من المشاكل الأساسية اللي بنعاني منها دايماً ويبتعاني منها حركة حروق الإنسان وبيعاني منها لدول العربية المجتمعة أنه إسرائيل دايماً تعمل معاملة خاصة جداً خاصة في ضوء الحماية الأمريكية الأوروبية المشتركة وإحنا شوفنا زي دا تحقق بعد 7 أكتوبر بشكل فظيع جداً اللي هو الدعم مطلق غير يعني بدون أي قيود ودون أي ضوابط دونما في ذلك دعمها في رد الفعل الانتقامي الحديث عن حقها في الدفاع الشرعي عن النفس وهذا كلام غير صحيح لأن صورة التحتلال ليس لديها حق في الدفاع عن النفس بمجاب قانون الدولي بمجاب أحكام أحكام العادة الدولية نفسها لكنها ممكن تبقى قسلتة احتلال ولحين ما يزول الاحتلال اللي هو مرتجة عند المشارع الدولي أنه يزول الاحتلال في أقرب وقت ممكن تكون متمرس دور في فرض الأمن والدور دا مؤقت بطبيعته لكن فيش فكرة حق دفاع عن النفس نشوفنا زي الولايات المتحدة استخدمت في مجلس الأمن الفيتو رقم 50 في حوالي أربعية خمسين سنة دلوقتي من 73 إلى 2023 الفيتو رقم 50 استخدم في مجلس الأمن في خمسين سنة فيحنا أمام مشكلة أساسية موجودة هو اختلال الموازين طبعا وزوجية معايير أمام حماية أمريكية لهذه الدولة اللي هي بتضع نفسها فوق القانون المسألة وده كلام غير مقبول في ميزان القانون الدولي ولا ميزان القانون الدولي لحول الإنسان اللي هو فرع من القانون الدولي نفسه أيضا الجرامي التمارس دي هي والطبيعة تمثل أنماط بالانتهاكات معروحة في انتهاكات جسيمة بس كان فيه استثناءات يعني فيه خرار محكمة العدن الدولية بخصوص الجدار العازم رائل الشاري كان فيه هل يمكن أن يتم مقاضات مرتكبي جرائم الحرب بالفعل ده حصل قبل كده وبجهود حركة حقوق الإنسان بدون أي جدعم سياسي من أي حكومة يعني بين عام 2002 و2015 المنظمات الحقية الفلسطينية بالفعل تمكنت من إعداد 25 ملف قضائي وتحركت بهم أولاً أمام القضايا الإسرائيلي اللي هو غير عادل اللي هو وسط للتختصاص لما ثبت أنه غير عادل أو لا يحسم في وقت مناسب ويحق العدالة يتوجه إلى محاكم من اختصاص القضايا الجنائي العالمي فيه 55 دولة في العالم منظومتها التشريعية تسمح بمخطبة الانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقضون الإنسان الدولي اللي وقعت خارج أراضيها إذا كانت لم تلقى العدالة في منطقة التختصاص وبالتالي كان فيه عندنا 25 قضايا في 23 دولة فيهم مذكرات توقيف 87 مسؤول عسكري وسياسي إسرائيلي بعض المسؤولين دول متهم في 7 قضايا يعني فيه تعدد كمان أيضاً فإذا أمر التوقيف تشمل يمكن بنتكلم على أكتر من 150 شخص تأبيباً لكن هما في النهاية لما نحصرهم هم 87 مسؤول سياسي وعسكري إسرائيلي ليه من 2015 ما عملناش خطوات إضافية غير خطوات محدودة في إقتارة الولايات القضايا الجنائية العالمية لأنه كان الحمد لله استمع رئيس أبو مازن النصيحة وانضم إلى اتفاق روما نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وأصبحت فلسطين دولة طرف المحكمة وقام اختصاص المحكمة ورغم النوم كان في يناير 2015 رئيس أبو مازن منح المحكمة الاختصاص من 23 يونيو 2014 قبل عدوان صف 2014 وأصبح حق المحكمة النظر في هذه الأمور المحكمة استرقت وقتها طويلة نسبياً طبعاً هنتكلم على سياق دولي مش منضبط في غياب للعدل لنتيجة الأراضي السياسية مش متاحة بشكل عيد إنما الغرفة التمهيدية في المحكمة توصلت في 5 فبراير 2021 إلى انتباق كامل للتفاقية على الأراضي بلسطين المحتلة وانطلق قرار المدعي العام بالتحقيق في 3 مارس 2021 المشكلة اللي واجهناها آخر سنتين إن المدعي العام الجديد كريم خان اللي زالي القاهرة قريباً لم يتخذ أي خطوة حقيقية وكان عنده مشكلة دايماً قالها مؤخراً قبل العدوان بشهرين 3 يعني قال أنه ما عندهش ميزانية في المحكمة لأنه يبدأ التحقيقات فيه ما يتعلق بفلسطين لكن لديه من المذكرات الكافية لملفات صادقة أهمها وأختارها على إطلاق ملف في الاستطاة وهو جاهز للتحرب فكان بيقوله ما فيش ميزانية فاحنا من يناير الماضي قبل أن يقول ذلك بندعو إلى توفير ميزانية للمحكمة من أجل أن يعني تتواصل للتحقيقات خاصة مع الازدواجين موجودة إزاي أنت بتعمل تحقيقات جبارة جداً فيما تعلق بأوكرانيا من مارس عشرين وعشرين وإنت ما تحركتش من عشرين وواحد وعشرين لما استلمت في يوني عشرين وعشرين في هذا الموضوع فهذا الموضوع كنا نحن متوقعينه الناصر إليه لأن المحكمة كمان عندها مشكلة فعلية لازم نعترف لأنه لما تبقى أمريكا واليابان برا منظمة دولية زي المحكمة فالتمويل بيبقى ليلة لما يكون أمريكا وروسيا والصين برد المحكمة وبيحارب المحكمة يبقى المحكمة تفتقد القوة السياسية كافية لكن في النهاية احنا خدنا هذا الإجراء بيؤدي إلى توظيف القانون في الصراع من ناحية تلبية لحقوق الشعب البلسطيني بيؤدي إلى عزل المال إسرائيل النتائج المتوخمة المحكمة أفضل من نتائج الولايات القضائية الجنية العالمية ليه لأننا النهاردة في قضية في أسبانيا أو بريطانيا أو هولندا أو ما إلى ذلك أنا خدت أمر توقيف في النطاق الجغرافي بتاع هذه الدولة فقط إنما النهاردة لما باخد أمر توقيف لأي مسؤول عسكري إسرائيلي أو سياسي إسرائيلي يطبق في 120 دولة أعضاء في المحكمة يطبق في 30 أعضاء من الأسرة الدولية نفسها فأمر الاعتقال يبقى ساري الحاجة التانية أوامر الاعتقال اللي بنطلعها في إطار الدول المحددة الولايات القضائية الجنية العالمية هي أوامر يمكن أنها ما تنفس سببين سبب قانوني وإنه لو مسؤول في زيارة رسمية فعنده حصانة ده رأي عدل الدولية أصلا فبقاش فيه مشكلة ممكانية للأبضة عليه لأنه بيزوز زيارة رسمية إنما المشكلة التانية هي إنه حتى لما حصل في بعض الحالات زي مش هي علوم في أوكلاند نيوزلندا أو تسيب ليفني درون إلموك شاء المفاز في بريطانيا قامت أجلسة المخابرات بتاعة تلك الدول بتهربهم ساعة الأبضة عليهم يعني الشرطة راحة سقوبة عليهم ومجهزة المخابرات بيهربهم وبتالي حتى بريطانيا آخر وقعت مع تسيب ليفني طلبت من نتنياهو اللي كان عدوه ليفني بشكل كبير جدا لحظت عليه بسوا إيده يعني بالبلد عشان يأخذوا منه مذكرة بتقول إن ليفني كان في زيارة رسمية فيحفظوا ما أجههم بعد ما هم خلفوا القانون بهذا الشكل القبيح يعني لكن طالب حكامة جديد دولية التحرك يبقى أفضل من هنا احنا عملنا دعوة لما كان فيه دعوة من جدا مجلس النواف النصري لبنقش التوضاع في فغسطين عملنا دعوة خليها نعمل زي فاند أهلي يعني نعمل مثلا نوع من التبرعات الأهلية نجمع ميزانية والميزانية نوجهها للمحكمة كمان الجهد اللي بتعمله المنظمات الحواية الفلسطينية على الأرض بيعاني مشاكل لأنه آخر الأربع سنوات طبعا الحكومة الإسرائيلية مش غايبة عن الموضوع الحكومة الإسرائيلية في 2009 وضعت قيود على حركة مسؤوليها السياسين وعسكريين الصديقين حتى بمعنى إيه لما تيجي مسافة لازل تاخد إذن فالمجلس الأمني المصغر يديك الإذن يسافر ولا ما يسافرش وهل فيه خطر من السفر لدولة محددة ولا وممكن إذا كان فيه ضرورة للسفر يطلعوا جواهات السفر بإسمه غير جواهات السفر بإسمه غير عشان يخلوه يفلت من العيقات إنما من 2019 بدأ يبقى فيه تغوط على الدول الأوروبية أو المنحين الأوروبيين اللي بيوفروا دعم للمجتمع المدني الفلسطيني عشان يعيقوا قدرة المنظمات الحقوقية الفلسطينية على العمل الجاد في إعداد الملفات القضائية أسمح لي حضرتك لأن كل التفاصيل حضرتها لنا يعني أعتقد يعني كده فيه ثغرات في كل شيء يعني كل قانون يواجهه ثغرة ويواجهه مخرج زي ما بنقول هيتحدث حتى عن فكرة التبرعات أو الفاندينج أو التمويل طيب يعذرني يعني فهمني لو أنا فهمة غلط ما أهميت أو فائدة هذا التمويل إذا كان أصلا القانون لا ينفذ وإذا كان أصلا فيه فيه زي الفيتو يعني حق الفيتو أساسا يقدر أن هو يتحكم أو مجلس أمن يقدر يتحكم أصلا في قرارات المحكمة فيعني المنظومة نفسها هل اللي إحنا بفيه ده يعني يقولون أنه عوار في القانون الدولي أكيد طبعا ألف المئة لكن هو فيه شقين في الحديد قلتي الشق الجنائي وإحنا بنقوله هنا فيه ميزة كبيرة جدا لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في مجال الملاحقة الجنائية المسؤولين على متكب جرام حرب في فلسطين ليه؟ لأنه مثل هذه الأوامر ستكون نافذة بشكل عام ويلتزم بها أغلى الدول العالم وده إذا ما كانش بيجيبنا تكتر مباشرة دلوقتي فبيجيبها بعدين وكمان بيفرض نعمل حصار على المسؤولين عسكريين إسرائيلي المتورطين في ارتكابة التهكات الجسيمة كويس فده جانب مفيد جدا ومهم جدا عشان كده احنا شايفين ده أفضل من اللجوء لقضايا في بعض الدول اللي قضاءها بيسمع على المستوى الآخر طبعا نظام الدولي محتاج لإصلاح لأنه فيه خلل كبير جدا جدا لما نشوف إزاي مثلا الدول الخامسة دقيمة العضوية لها حق النقد الفيتو وتمارسه بدون استحياء ودون خجل كويس وده مدافع الجامعية العامة في أحداث قديمة زي الأزمة الكورية مثلا سالة الخمسين إن الجامعية العامة تمارس صلاحيات مجلس الأمن عندما يفشل مجلس الأمن صحيح كويس وفي حالة قزمة السويس في مصر برضو أيضا جامعية العامة مارسوا الدورها في هذا الاتر ثم المسألة دي ما بقيتش ما بقيتش موجودة بشكل كبير ظاهر إنما جينا اتحاد من أجل السلم اتحاد من أجل السلم كويس وده دفع أيضا الجامعية العامة لأنها توظف يعني تلتلجأ لهذا الخيار من 97 فيما تعالج بفلسطين عشان كده نلاقي إن فيه 11 دورة السنائية في الجامعية العامة القرار الأخير صدر 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 بالدورة السنائية العشرة اللي هي نعقد في 97 خاصة بفلسطين وده رابع مرة تعقد لها جلسة وهي دورة مفتوحة يعني تقرر المجتمع الدولي أن تكون هذه الدورة السنائية العشرة دورة مفتوحة دورة مستمرة كلما يقتضي الأمر تجتمع بمجا بأس السيارة استخدام الفيتو بدون ضوابط من جانب الدول دائمة وعضوية خاصة الأمريكا والاتحاد الروسي في بعض الأحيان خلى الجامعية العامة في 2017 تصدر قرار بأنه تراجع خلال 10 أيام إذا مجلس الأمن فشل لتوصل القرار بسبب فيتو وعشان كده احنا أول مصادر للفيتو الأمريكي دعينا الدول العربية للتحرك العاجل أمام الجامعية العامة بموجب هذه الصيغة خلال 10 أيام يبقى من ناحية الجامعية العامة تمرس اقتصاصها كمجلس أمن ومن ناحية تانية تنفس قرارها بتاع 2017 جامعية العامة كمان لها توجهات جامعية العامة بالعكس الجامعية العامة هتعندك أغلبية مضمونة لصالح حقوق الفلسطيني ربما المناخ هذه الأيام يختلف بعض الشيء دائما كانت جامعية العامة دا يدعوني لسؤال يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت بالحرب على سربيا وأرسلت للمحكمة الجنائية الدولية عدد من القادة الصرب وتمت محاكمتهم بالفعل وأصدرت عدد كبير أو أحالت عدد كبير من قادة الجيش في وقت ما صحيح؟ النهاردة ربما الموضوع يختلف لأن احنا عندنا مشهدين عندنا مشهد في أوكرانيا وعندنا مشهد في فلسطين يعني أنا بتحدث ربما لو كان الأمر قبل كده كان يعدي مرور الكرام لأن ما كانش فيه يعني نوع من أنواع المنافسة ما بينه ما بين عنصر تاني الرأي العام العالمي ألا يدرك هذا الأمر؟ لا الرأي العام العالمي يدرك كويس وإحنا عشان كده مصري في الحقيقة أو الدول العربية نما يشتغلوا بشكل جماعي نجحوا إقلووا التراويزة بمعنى أنوا بحاول بسطها لك لأن الأول كترواية الإسرائيلية هي السائدة المظلومة الإسرائيلية هي الزائعة إنما التحرك المصري الواعي اللي قد تحرك عربي وخاصة الدول الأردني الدعم كمال الدول المصري بسطها خاصة ثم الدول الخليجي اللاحق دعم الدول المصري قدر أن يقلب الموضوع بحيث النهاردة الرأي العام العالمي كله أصبح مساند لفكرة الحل الكامل والشامل للوضع في فلسطين وده المأذك الإسرائيلي إنما في حالة سربيا أنا عايز أقول لحدك إن ده كان قرار من مجلس الأمر يعني ما كانت شجاية من الهوى أنا مش بكلم عن السربيا أنا بكلم عن أنها كانت حالة منفردة النهاردة عندنا حالتين لا إحنا كان عندنا أحكام الجرام ضد الإنسانية خاصة في غزلافيها السابقة وحكام الجرام ضد الإنسانية خاصة برواندا دي كانت قصص كتير إنما في الحالة اللي إحنا متكلم فيها دلوقتي إحنا في النهاية أمام وضع دلوقتي جديد يعني فكرة إيه هذه التهدئة إسرائيل أنا أعتقد أن تنياهو على وجه التحديد ما عندهش أي مصلحة في سنة الهدنة ولا يعبأ بالأسر للإسرائيليين بيحاول يتهرب من هذا الموضوع بيحاول يتهرب من كل شيء عشان يفضل في السلطة ما كنتش في السجن وما إلى ذلك إنما في الحقيقة تم محاصرته من مصر وقطر وتجود العربية إلى جانب إنه ده الأمريكي نفسها في ورطة حتى بعد قرارة جمعية العامة التي تحاولت تنصر منه إنما هي لسه في ورطة ورطة بالمعنى الأخلاقي بقانوني وبالتالي فهو الوضع بالحمد لله يتحرك في الاتجاه المعاكس بشكل جيد في الوقت الحالي طبعا نشكر حضرتك جزيل شكرا أستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان نشكرك يا فندم على كل هذه التوضيحات والتفاصيل شكرا لك شكرا جزيل